تفاصيل القبض على مقيم يمني تحرش بامرأة داخل محل تجاري في المملكة العربية السعودية ومقيمون يعلقون والسيدة اليمنية توثق ذلك بمقطع فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدانا مختربون يمنيون في المملكة العربية السعودية ما قام به أحد اليمنيين من تحرش بامرأة في أحد المحال التجارية بمحافظة جدة معتبرين أنه أمر مخالف للجين والأعراف والأخلاق وأنه يمثل نفسه وليس الجالية اليمنية الشريفة وكانت شرطة محافظة جدة قد ألقت القبض على المقيم اليمني بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة داخل المحل وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وأعرب المختربون اليمنيون عن استنكارهم ورفضهم لهذا السلوك اللا إنساني والمشين مؤكدين أنه لا يمثل قيمهم وتعلمهم الإسلامية وداعين إلى محاسبة المتحرش وتطبيق العقوبة الراضعة عليه وصلنا إلى نهاية خبر اليوم شكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته